السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد نبحث فيها العلاقة بين ثلاثية الدين والدولة والسياسة علاقة يتزايد الحديث فيها والاختلاف بشأن طبيعتها وحدودها يوما بعد آخر وصولا إلى ذروته في وقتنا الراهن فما طبيعة العلاقة بين هذه القيم الثلاثة وهل الخلاف بشأنها له جذور تاريخية وهل يصح شرعا الفصل بينها كما يقول بعض المفكرين والمثقفين المنضوين في التيار الإسلامي وما شكل الدولة ومضمونها الذي يناسب المسلمين في وقتنا الراهن هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف الحلقة الدكتور محمد طلابي المفكر الإسلامي المغربي أهلا ومرحبا وسهلا بكم دكتور مرحبا شكرا بارك الله فيكم كمدخل الحلقة لو تحدثنا عن مفهوم الدولة بالمطلق وهل هذا المفهوم هو نسبي بمعنى يختلف بحسب اختلاف البيئة الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أم هو ثابت مفهوم الدولة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابتهم على ما بعد أولا تحية خاصة لقناة الرافدين على هذه الدعوة الكريمة وتحية لأستاذنا أستاذ مجاهد على هذه الدعوة الكريمة جهاد عفوا بالتواصل مع إخواننا العرب وغير العرب في المنطقة طبعا الحديث عن الدولة يجر في البداية إلى الحديث عن خمس أدوات أعتبرها هي أدوات الإنتاج الحضاري ويهمنا طبعا نهوض أمتنا في القرن الواحد العشرين فأي نهضة لأي أمة تتطلب ميلاد خمس أدوات للإنتاج الحضاري أسميها بأدوات الإنتاج الحضاري العملاقة لهي الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة سيح في تاريخ البشرية وسيح في تاريخ المسلمين وتيح في تاريخ الحضاري الغربية ستجد بأنه لم تحدث النهضة إلا بعد أن انولدت هذه الأدوات الخمس الكبرى لكن الحديث سيقتصر فقط عن أدات من أدوات الخمس ألا وهي الدولة في تقديري بأن الكتابة عند المؤرخين وعلماء التاريخ هي الفصل ما بين ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ لكن أنا أقول أضيف ميلاد الدولة يعتبر عاملا حاسما في الفصل بين ما قبل التاريخ عند الشعوب وما بعد التاريخ عند الشعوب لماذا؟ لماذا لأن الدولة في تقديره هي أعتى وأسمى أدات إنتاج حضاري أنتاجة البشرية وبدون دولة يستحيل الحديث عن العمران وعن الحضارة وعن أي نوع من أنواع العمران في الدولة أدات مركزية عند أي أمة كانت هذا بالضبط يعتبر ولهذا أسمى ما أنتاجته الحضارة ليس ما أنتاجته من تكنولوجيا وطورات أسمى ما أنتاجته هي ميلاد الدولة وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن بعد الهجرة مباشرة إن ولدت الدولة إن ولد الوطن والأمة والدولة رأسا بعد الرسالة هي الإسلام في العهد المكي واللسان العربي المبين والتقويم الهجر عند المسلمين بدأ مع الهجرة لماذا مع الهجرة؟ لأن مع الهجرة ولدت أدوات الإنتاج الحضاري لعملاق الخمسة الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة وهذا فهم الصحابة ردوان الله يعلم بأن ميلاد الدولة حدث تاريخي كبير ولذا تم وضع تقويم الزمن للمسلمين بميلاد الدولة عند هذه الأمة لكن ما هي الدولة؟ الدولة طبعا في التعريف القانوني العام اليوم هي ثلاث مكونات أساس وطن جغرافي إقليم جغرافي يسمى الوطن وساكنة لهذا الوطن تسمى الأمة والشعب وسلطة تنظم العلاقة بين الساكنة والإقليم الجغرافي في حيز ترابي هذا التعريف القانوني العام لكن الدولة بالنسبة لي في فلسفة التاريخ وفي فلسفة الدولة فالدولة عند بعض المفكرين الغربيين هي أداة تحرر على رأسهم هيجل هيجل يقول بأن الدولة أداة للتحرر وتجل الحرية وتجل الحرية وبناء العمران وبالتالي نعم مع العصر الحديث حينما ولدت الدولة القومية الفرنسية والألمانية انفجر أو تفجر العمران الأوروبي مع ميلاد الدولة فالدولة أدت لتفجر العمران من خلال الحرية التي فجرت الطاقة الكاملة في الفرد والمجتمع ومن خلال العلم التكنولوجية التي فجرت الطاقة الكاملة في المادة إذن في الدولة لعبت دورا أساسيا في تشكيل العمران الغربي وأيضا دولة وميلادها في العصر الإسلامي أدت إلى بناء ما يسمى بالحضارة الإسلامية العملاء إذن في الدولة أداة تحرر وعند هيكل هي نهاية الطاريخ فميلاد الدولة وتشكل الحرية المطلقة ونهاية الطاريخ لكن سيأتي ماركس النقيد للهيكلية ليقول بأن الدولة أداة قهر الدولة هي أداة قهر طبقي في التاريخ البشري طبعا بالنسبة لي ما الدولة؟ في تقرير بأن الدولة يتوليف للأمرين معا الدولة هي أداة تحرر وبالتالي فهي حينما تتشكل تقوم بتنظيم العمران وبتنظيم الجهد البشري مما يؤدي إلى التخفيف من طغيان الطبيعة وسيطرة وقهر الطبيعة ويؤدي إلى توفير العيش الكريم للأمة إذن فهي أداة تحرر بالفعل لكن هل هي ليست أداة قهر؟ لا التاريخ يؤكد لنا أيضا على أنها أداة قهر بمعنى قهر وهي أنها تستولي عليها فئة ما أو طبقة ما أو جماعة ما فتحقق رغبتها في شهوة السلطة والمال والجاه وكل شيء وهذا ما حدث في التاريخ البشري وهذا القهر في جل التاريخ دكتور إذا كانت الدولة يعني عرفت بالفلسفة الغربية ما بين أداة تحرر وتجلن الحرية كما يقول هيكل أو أداة قهر طبقي كما يقول كارل ماركس الفيلسوف الألماني الشهير كارل ماركس بالنسبة للإسلام ما هو التصور الإسلامي لهذه الدولة وإلى أي مدى هذا التصور يلتقي مع الدولة بالمفهوم الحديث؟ إن عدنا إلى الفلسفة العميقة للدولة في الإسلام فهي أداة تحرر وأداة الضبط وأنا أميز بين القهر والضبط فالضبط ومعناه هو الحفظ على النظام العام على الاستقرار لأن الاستقرار شرط للتنمية واستقرار شرط للنهضة وأيضا الاستقرار شرط للحفظ عن الأنفس وعن الأرواح وما يجري اليوم في المنطقة العربية هو تفكك قبضة الدولة القطرية فأدى ذلك إلى تيهان وأدى بالعكس إلى جرائم لا حد لا إذن فالدولة مهمة للتحرر ولكنها أيضا أداة للضبط لماذا الضبط؟ لأنها ستساهم بالضبط في الاستقرار السلم الاجتماعي وستساهم في تحقيق الأمن وستساهم في تحقيق الأمان وفي تقدير بأن الدولة الإسلامية في تاريخنا جاءت لتحقيق التحرر وقد أحدثته وبالفعل نقلتنا من مجتمع عربي بدوي إلى مجتمع حقق حضارة عملاقة في بنياني السياسي في بنياني اقتصادي في بنياني اجتماعي في التورة العلمية التي أحدث في الفكر الذي أحدث وفي الفقه في التاريخ في كل شيء بمعنى أن بالفعل حررتنا بشكل كبير كأداة للتحرر لكنها كانت أيضا أداة للضبط وأنا أميز بين الدولة أن تكون أداة الضبط وبين أن تكون أداة قهر القهر يعني أنك ترغم الطبقات الأخرى والشعب أو المجتمعات على الخضوع لنزوات وشهوات الحاكم لكن الضبط هو أنك تردع أي محاولة للخروج وللفوضى على النظام وفي تقديري بهذا فرق كبير والدولة الإسلامية في فلسفتها العميقة جاءت كأداة تحرر وأيضا كأداة ردع أي محاولة للخروج عن النظام العام وعن الضبط العام للمجتمع في هذا التصور الإسلامي لو أجملت لنا دكتور محمد يعني ما هيئة التصور الإسلامي للدولة كيف تجلت لك من قراءتك للتاريخ والحضارة الإسلامية أن الدولة كانت أداة التحرر ولم تكن أداة قهر في الإسلام وكيف يمكن التمييز بخلاف ما ذهب إليه الكثير من المفكرين والفلاسفة الغربيين وحتى ربما ذهب إلى شيء من هذا ابن خلدون في كتابه المبتدى عندما قال أن هناك تناسب عكسي بين قيام الحضارة والمدنية وبين البعد عن الصفاء وسلامة العقيدة وصفاء العقيدة وبساطة الحياة في الأمم والحضارات كلها يعني كيف تجمل لنا هذين المعنيين أنا أقول لك بأن الدولة في تاريخ الدولة الإسلامية في تقديري حسب دراسة ونتخصص علم تاريخ الدولة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دولة مدنية ولكن بمرجعية دينية بمرجعية الوحي والخلافة الراشدة في تقديري هي دولة مدنية بمرجعية إسلامية وكل الخلافات التي أتت فيما بعد هي دول مدنية الممارسة السياسة والبيع واختيار الحاكم هذه كلها شؤون دنيوية وليست شؤون دينية وبالتالي فما كان يقرره في القضاء الخلافة الراشدة وحتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فما يقرره ولهذا يجب أن نميز في مقامات الرسول بين مقامه كرسول ومقامه كنبي ومقامه كآدمي فهو له ثلاث مقامات كبرى فهو كرسول فهو معصوم من الخطأ وبالتالي تجد بأن القرآن دائما يتكلم وعطيع الله وعطيع الرسول ولم يقل فيه كلمة واحدة وعطيع الله وعطيع النبي لأن النبي كان يخطأ وكثير من الآيات تتكلم عن خطأ النبي عبس وتولى وغيرها وأيضا النبي الآدمي الذي هو ابن فطرتية هو آدمي مثل الآخرين فحينما كان يمارس المقام الرسول فهو في موقع الوحي في موقع الدين وحينما كان يمارسها من خلال النبوة والقضاء والحروب وغيرها فهو كان يمارسها كقائد سياسي يجهد قد يصيب وقد يخطئ ويستشير أصحابه في داره ولهذا في الدولة في أصولها الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بمرجعية إسلامية ما معنى المدنية هنا؟ كيف تبدت لك مدنية الدولة في الإسلام؟ المدنية معناها بأن السلطة للأمة فالمستخلف في الأرض حتى في القرآن الكريم والإنسان وإذ قال ربك للملائكة نجاعلهم في الأرض خليفة إذن استخلاف في الأرض للإنسان بمعنى أن السلطة للإنسان للإنسان المسلم وياك كيف ما كان العمران الغرب استخلاف العمران الصيني استخلاف كل استخلاف كل الحضارات استخلافه والعمران معذرة دكتور حتى نستجل فكرة أكثر يعني أنت تقول الدولة في صدر الإسلام في الخلافة الراشدة وقبلها في العهدة النبوية في المدينة المنورة تقول إنها دولة مدنية وبررت ذلك بأنها تعطي السلطة للإنسان لكن في المفهوم الإسلامي هي السلطة للإنسان المسلم بمعنى أن المسلمين لا ينبغي أن يدخلوا في ولاية الكافرين أو غير المسلمين وبالتالي هنا هذه تقضح بالفكرة المدنية بالمفهوم الحديث لا أنا حينما أقول بأنها دولة مدنية معناها بكل بساطة هو أننا حينما نريد أن نختار الحاكم لا نقول بأنه ممتل الله في الأرض أو أنه ضل الله في الأرض كما قامت به الكنيسة بل نقول بأن الأم باعته عن طريق آلية البيعة البيعة هي ما يسمى اليوم بالانتخاب وهي آلة مدنية بشرية ولهذا دائما الدولة في الإسلام والحاكم والخليفة في الإسلام هو حاكم انطلاقا من إرادة الجمهور من إرادة المسلمين الذين أرادوه وبايعوه وبالتالي فهذا اجتهاد بشري لا علاقة له بالدين فهو إذن أمر مدني وليس أمر ديني طيب لماذا أنا أنقل لك دائما هذه الأفكار تجول في الشارع وبينها حتى المفكرين يعني يمكنك أن تنفي عنها صفة الدولة الدينية لكن لا يمكنك أن تنفي عنها الصفة الإسلامية هي دولة إسلامية وليست بالضرورة أن تكون مدنية نعم لا الدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية دينية الدولة العلمانية في الغرب دولة مدنية بمرجعية لا دينية أما الدولة المدنية في العمق الدولة الدينية لا وجودها في تاريخ المسلمين ولا وجودها في ديننا وعقيدتنا وبمدان في إيران موجودة وفي الفاتيكان نعم ويمكن أن نقول بأن الدولة المدنية بالتعريف لها الدولة الدينية يتبع السياسة للقضاصة ما معنى تبعية السياسة للقدس معناها أن ما يقوله الحاكم مقدس فالفرعون كان إله أو نصف إله أو ابن إله وبالتالي ما يقوله من أوامر ومن أحكام وقرارات سياسية مقدس لماذا؟ لأنه كان إلها وبالتالي تبعية سياسة للقدس في تقدير الدولة الدينية انقردت مع إنقراض الدولة التي كان فيها الحاكم إلها أو النصف إله و هذا في أوروبا في مرحلتنا قبل عصور النهضة الأوروبية لكن هذا مفهوم القداسة والسياسة والربط أو الفصل بينهما لو أذنت لي أن نبحثه في المحور الثاني من هذه الحلقة لكن قبل ذلك بناء على التطورات الحاصلة وبناء على أسس الإسلام وأصوله من كتاب وسنة وتراث عميق كرسه العلماء ما حاجة المجتمعات الإسلامية اليوم أو ما هي الدولة التي تناسب المجتمعات الإسلامية هل هي الدولة المدنية أم الدولة المدنية بمرجعية إسلامية أم الدولة الإسلامية أم الدولة العلمانية نعم هنا هذا يتطلب مني تعريف هذه الدول التلات تفضل الدولة الدينية تبعية السياسة للقداسة انقرضت ولم يبقى منها إلا نظام إيران الدولة العلمانية في الغرب اليوم هي فصل السياسة عن القداسة أي فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الشأن العام القداسة هنا تعني الدين عندك الدين أي شيء مقدس قد يكون دينا وحيا وقد يكون دينا بشريا الدولة الإسلامية هي الشراكة بين السياسة والقدسة في تاريخ الأمة الدولة الإسلامية في التاريخ الإسلامي هي شراكة بين السياسة والقدسة أي ممارسة شأن السياسي بإرادة الأمة ولكن تحت سيادة الشريعة إذن في السلطة للأمة والسيادة للشريعة هذا ما تم في تاريخ المسلمين وهذا الدولة الإسلامية هذا في الدولة الإسلامية اليوم ماذا تريدون؟ أنا في تقضيري المطلوب الآن هو الدولة المدنية الخالصة ما معنى الدولة المدنية الخالصة ويتحرير السياسة من القداصة ما معنى تحرير السياسة من القداصة قد يأتي حزب الإسلامي فيحكم فجميع برامج الاقتصادية واجتماعية التي جاء من الآية الفلانية كذا أو من الحديث كذا فالبرنامج لا يمكن إلا أن يكون اجتهاداً بشرياً حتى وإن أخذ من حكمٍ شرعي أو أخذ من آيةٍ أو من حديث فهو دائماً اجتهاد بشري ومدام اجتهاد بشري فهو لا قزية على قد نرده إذن فتحرير السياسة من القداصة في الدولة المدنية الخالصة مطلوبة الآن قد تقول لي ونحن أمة عقيدة والإسلام أنا أقول لك في الدولة المدنية أو الدولة المدنية دولة علمانية بمرجعية لا دينية غلبة فردت على الشعوب أوروبا ولا أحد يستطيع الآن مناقشة هل نعود إلى الدولة الدينية أم لا لا أحد يستطيع أصبح مقدس العلمانية أصبحت مقدسة في الغرب الدولة الإسلامية التاريخية هي دولة مدنية بمرجعية دينية أي الإسلام ولكن أيضا غلبة أي مع الفتح الإسلامي تم فرض الدستور على الفتح الإسلامي لم يفرض على الناس الدين ولكن فرض دستور الدولة إذن فقد تمت الدولة الإسلامية فرضت دستور الشريعة غلبة بالفتح الإسلامي في الدولة المدنية الخالصة التي أدعو إليها وهي أن تكون مرجعية دينية أو لا دينية اختيارا بمعنى نعطي لشعوبين حق اختراير المرجعية فإن أرادوا دولة بمرجعية لا دينية فلتكن فإن أرادوا أن تكون بمرجعية دينية فلتكن ولكن أنا أقدر بأن في المجتمعات المسلمة إن أعطيناها الاختيار بين أن تكون مرجعية الإسلام أو تكون مرجعية العلمانية أنا متأكد بأن شعوبنا ستختار المرجعية الدولة المدنية بمرجعية إسلامية وفي تقدير هذا سيكون اختيار شعوبنا لا أن نفرد على شعوبنا أي شكل أو مضمون للدولة هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبحث والسؤال لك دكتور ولكن لو أذنت لي أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نستألك هذا الحديث نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نستكمل الحوار اشتركوا في القناة أسعدكم الله هذه عودة لاستئناف الحوار مع الدكتور محمد طلابي بشأن العلاقة بين الدولة والدين والسياسة أجدد ترحيب بكم دكتور محمد يعني كنا نتحدث عن مدنية الدولة وإسلاميتها يعني نريد أن نحاول أن نزيل ما قد يكون لبسا في ذهن المشاهد عندما قررنا تحدثنا عن شكل الدولة قلت إن الدولة الإسلامية قدمت نموذجا أقرب إلى المثالية ثم بعد ذلك قلت إننا اليوم نحتاج إلى الدولة المدنية الخالصة التي يجب أن تحرر فيها السياسة من القداسة هنا أريد أن أتوسع معك في السؤال لو أذنت لو توضح لنا ما السياسة التي تريد أن تحررها من القداسة وما القداسة عندك ما هي هل هي الوحي في الكتاب والسنة أم هي تصورات الناس وأفكارهم أولا حتى أوضح أمرا للمشاهد أنا مع الدولة المدنية بمرجعية إسلامية حتى نحسم الأمر هل أنا مع أي مرجعية أريد أنا مع الدولة المدنية بمرجعية إسلامية لكن لا يجب أن نفرض على شعوبنا يجب أن نعطي لشعوبنا من خلال الاستفتاءات والدستير أن هي التي تحدد لنا أن تكون هذه الدولة بمرجعية الإسلام هذه أولا هذه كنقطة للتوضيح فقط أما فيما يخص سؤالك حول ما حولها حول بالنسبة يعني أنت لماذا لا تقول أنها تريد أن تحرر السياسة من القداسة لو توضح لنا ما السياسة التي تحرر من القداسة وما هي القداسة السياسة بكل بساطة هي صناعة القرار السياسي في الأمة صناعة القرار السياسي والمشاركة في شأن العام هي أبواب السياسة في كل العالم وليس فقط في الدولة الإسلامية أو الدولة جميع الدول حينما تمارس السياسة يعني إما أنك تتدخل بشكل مباشر في صناعة القرار السياسي قرار السياسي الاقتصادي والجتماعي والتنظيمي والأسري وكل شيء أو أنك تعمل على التأثير على صناعة القرار السياسي فأنت سياسي حينما تمارس الشأن العام إما بالضغط على صناعة القرار السياسي وإما بممارسة صناعة القرار السياسي مباشرة إذن بكل بساطة السياسة هي صناعة القرار السياسي في أمة ما سواء على مستوى الداخلي أو الخارجي نعم في كل مستويات إذن سياسة هكذا في الغرب وجدوا بأن العلمانية هي الملائمة لصناعة القرار السياسي ولا يجوز تدخل الدين في شأن السياسة والعلمانية في الغرب ما معناها مع الأسف العلمانيون العرب عندنا يتكلمون عن العلمانية ولا يفهمون العلمانية وتكلمون عن الحداثة ولا يعرفون مكونات الحداثة الثمانية الكبرى العلمانية في الغرب بكل بساطة يمنع منعاً كلياً أن يكون نص ديني مصدر التشريع فقط هذه العلمانية في الغرب حتى وإن كان دين الدستور يقول بأن الدين في أنجلاتين هو الأنجليكانية هذا يعني بأن دولة دينية لا عدم أو فرض أو رفض تدخل الدين كآية أو كنص ديني في التشريع هو الأساس وضحت لنا السياسة لكن ماذا القداسة ما هي القداسة التي القداسة هي كل شيء مقدس وطبعاً كل شيء مقدس هو دين ما معنى الدين الدين عند البشرية هو وجود قوة ما تمتلك سلطة القرار المطلق عندنا نحن الدين هو الوحي عند الشيعيين دين فالزعم الواحد والحزب الواحد والعقيدة الشيعية الواحدة دين مقدس لا يمكن المس به أبداً العلمانية الآن في الغرب دين لأنها شيء مقدس لا يمكنك أن تمسه فكل ما هو مقدس يتخذ طبعاً شحنة دينية يعني أنه يصل إلى درجة التشبع الذي لا يستطيع شعب ما أو جامعة ما أن تمسه أو تخذش فيه فالدين هكذا قد يكون ديناً سماوياً وقد يكون ديناً أرضياً إذن أنت تريد أن تفصل بين السياسة والدين لا أنا كرجل مسلم أؤمن بأن لا يمكن لنهضة أمتنا إلا بالربط بين الدولة المدنية بالمرجعية الإسلام وإلا لا نهضة لأمتنا في العقود المقبلة ولكن في الغرب لا كيف سيكون دولة مدنية بمرجعية إسلامية وأنت تنادي دكتور محمد بتخليص السياسي من المقدس المقدس هنا الوحي كيف يمكن إزالة هذا اللبس أو التناقض الظاهر بسيط ليس هناك تناقض حينما نقول بأن مصدر تشريع عندنا هو شريع فكل تشريع الذي يتم استمداده من الأحكام الشرعية القرآنية والحديث وغيرها كل ما يتم استمداده من قوانين في الاقتصاد في السياسة في التجارة في العمران في التربية لا قد سيتلاه فهو اجتهد بشري حتى فتاوي العلماء فيه اجتهد بشري فهو عمل مدني وإن كان يستمد من مرجعية دينية فكل ما ينتجه العلماء من فتاوي فهو عمل مدني فهو اجتهد بشري لا يمكن تقديسه وبالتالي إن جاءنا حزب إسلامي ووصل إلى السلطة وعراض صناعة القرار وقال بأنني أخذ كل البرامج عندي من الآية الفلانية ومن الحكم الشرع كذا هل ما قدمه هو عمل ديني؟ عمل مدني فهو اجتهد بشري قد يصيب وقد يخطئ وقد نرده بأكمله بأنه من نفس الآية يمكن أن أبني برنامجا آخر يختلف عنه إذن كل ما يستمد كل شيء فيه اجتهد فهو مدني سواء كان مصدره عالم أو مصدره حزب الإسلامي وهنا نحرر السياسة من القداصة بمعنى أن كل ما تقدمه لا قد سيت عليه سوف نقوم بنقدي وتوجيه وتصويبي وغيره وهذا لا يعني فكاكه عن الوحي طبعا لا قد يكون مصدره الوحي لكن المصدر لهو المقدس شيء وما تستوحيه انت وتؤوله من النص المقدس اجتياد بشري مدنيا وفي تقدير هذا سيؤدينا إلى تفكيك ظاهرة الاستبداد والحزب والرأي الواحد والقول الواحد والزعيم الواحد والفقه الواحد والمدرسة الفقهية الواحدة سوف تتنوع المشارب وسوف نمتلك حريتنا في إمكانية أننا نزدهر لا في بنيتنا الاقتصادية ولا السياسية ولا اجتماعية ونحقق كرمتها من خلال ذلك حقيقة ذكرت شيئا مهما ولا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام حتى تتضح الصورة أكثر قلت بأنه لا ينبغي أن نفرض على الناس شكل الدولة أو دين الدولة أو أي إلى آخره وينبغي أن يكون هذا وفق استفتاء يقرره الناس ألا يتعارض هذا مع روح الشريعة وصلب العقيدة الإسلامية؟ يا أخي من يملك الشريعة؟ إنها الأمة نعم الأمة مالكة للدين فهي ملك موشاع الإسلام ملك موشاع وليس ملك خاصا كما هو في الكنيسة الكاتولية الأمة ملك للدين أم الدين ملك للأمة؟ الدين ملك للأمة هو يتمتلك هذه العقيدة فهي ليست حكرا على أحد وبالتالي لها الحق في أن تفسرها وتؤولها كيف شاءت وبالتالي يمكن أنا في تقديري بأن أمة الإسلام حينما نخير وبين دولة بمرجعية دينية الإسلام ودولة مدنية بمرجعية لا دينية العلمانية أنا على أكيد بأنها ستختار الدولة المدنية بمرجعية إسلامية هذا كلام مهم دكتور محمد لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وفي أي أخرى إن الحكم إلا الله هنا الحصر يفيد فالفكرة الأساسية في العقيدة الإسلامية مركزية الله في حياة الناس وسياستهم وعبادتهم وشؤون حياتهم كلها يعني كيف يمكن ترك القطعية هذه إلى آراء الناس وأهوائهم يا أخي من سيقوم بتنفيذ هذا الحكم من؟ إن الأمة هي المستخلفة في الأرض المستخلف في الأرض ليس حكاما المستخلف في الأرض ليس علماء المستخلف في الأرض أمة الإسلام لكنها محكومة بأوامر الله نعم وهذه الأوامر هي التي لها الحق وحدها في أن تؤولها لأن قضية الحكم لله هذا يمكن أن نختلف في التأويل فيه مرات ودائما وآياتهم قد تقول وإذ قال ربكيني جاهلون في الأرض خليفة إذن من المستخلف في الأرض؟ الإنسان ليس فقط الإنسان المسلم بل حتى الإنسان آدمي بشكل نعم هو مستخلف في الأرض فقط يبقى أنه من أين سيستمد صناعة القرار السياسي ما هو مصدر الدستور عنده؟ ما هو مصدر التشريع عنده؟ عندنا نحن نؤمن كمسلمين بأن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية ولكن هذا يعني بأننا أيضا سننغلق على كل القوانين التي أنتجت الحضارة اليوم فيمكن أن نأخذ المصدر الأساسي للتشريع وشريعة ولكن يمكن أيضا أن ننفتي على كل ما أنتجت البشرية من قوانين ودساتير التي تساعدنا على كيفية أننا نحقق معاشنا ومعادنا بشكل راشد ومتوازن وفي تقدير بأن هذا مهم جدا بمعنى لا يجب أن نغيب الأمة لأن تغيب الأمة يعني ظاهرة الاستبداد سوف تتفشى وتستمر لكن إن استحضرنا الأمة وطبعا الأمة تقودها صفوة لا نهض بدون صفوة عالمة أنا أقول لا نهض شاملة بدون صفوة عالمة وعاملة فشرط النهوض الحضاري تشكل الصفوة أو النخبة أو الإنتليجينسية بالمفهوم الروسي ما كان للغرب أن ينهض لو لا تشكل فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر والفلسفة الألمانية الكلاسيكية في القرن التاسع عشر والأدباء الروس في القرن التاسع عشر ما كان لو أن ينهض لو تنمت تشكل صفوة تؤمن بالحرية وتؤمن قيمة الحرية وتؤمن بالعلم وبالعقلانية ما كان لا يتناد نفس الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقول في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتشكيل الصفوة أو ما أسميه بالمتقف الاستراتيجي فأبو بكر وعمر وعلي وابن العباس وهم كبار المتقفين استراتيجي للعصر وهم الصفوة هم النخبة هم الانتليجينسيا لكن دكتور بناهم على ركيزة أساسية وهي العقيدة الإسلامية طبعا أنا أقول لكم بأنه بناه على كما أن الغربة بنا أيضا فلسفة والغربية الحادثة على عقيدة عقيدة أرضية ولكنها عقيدة فلا بد من صفوة إذن الأمة حينما تتشكل فيها صفوة راجلة فإنها ستقود إلى الرجل وبالتالي سوف تسهل عليها عملية الاختيار أتريدون دولة مدنية بمرجعية لا دينية أم تريدون دولة مدنية بمرجعية دينية وهذا من سيضمان الدستور وبالتالي نحن سنحكم بالشريعة ولكن بوسطة الدستور بأن الدستور هو الحاكم في النهاية ليست شريعة كيفال شريعة هذا شيء فضفا ولكن إذا الأمة رفضت أن تحكم الشريعة في حياتها جاز لها ذلك برأيك؟ مبدئيا لكن عمليا أنا أعرف جيدا بأن أمة الإسلام ستختار الدولة المدنية بمرجعية الإسلام لأن أتعرف جيدا بأنه لا نهضة لها بدون العودة إلى شرع الله هذا من ناحية المبدئية أقول أننا نعطيها حقا لأن عندنا علمانيون وعندنا اللادينيون وعندنا مواطنون لكن لماذا ترفضوا؟ في الديمقراطية لا ترفضوا أحد اعطيه الحرية أنت لا تريد دولة بمرجعية الإسلام فليكن فلنتنافس ولنقدم الانتخاب ونقدم المشاريع لنا للأمة وهي تختار وحينما تختار أمة تصبح ملزمة للجميع للإسلامي وللعلماني وللمحيد ولغير ذلك لكن ذلك رهن بمزاج الشارع وأهوائه وبمدى تأثير الأحزاب السياسية على صناعة تصوراته وأفحاله ألا يتعرض هذا مع جوهر الفكرة الإسلامية دكتور؟ لا أبدا يا أخي فشوف مبدأ فصل السلطة التي جاءت بالنظام دقرة الغربي كان موجود في تاريخنا فالسلطة القضائية كانت مستقلة في تاريخ المسلمين والفتوى باعتبارها السلطة الشريعية كانت مستقلة في تاريخ المسلمين والسلطة التنفيذية كانت يحتكر والعاكل لكنها جميعا تحت خيمة الشريعة نعم وهم أيضا لهم دستور دستورنا كان هو الشريعة لكن اليوم مع التطور الذي جاء مع الديمقراطية وأنا أقول بأن الدولة اليوم عندنا الإسلامية يجب أن تكون دولة ديمقراطية بامتياز بالأقول لكم الغرب سيحارب الدولة الديمقراطية الإسلامية وسيحارب حتى الدولة الديمقراطية العلمانية كيف إذا كانت الفكرة الديمقراطية هي طبعا أرجو أن تسع صدرك لي حتى نبين الفكرة الفكرة الديمقراطية هي تمركز الحياة على الإنسان الإنسان هو الذي يصنع وهو الذي يشرع بينما الفكرة الإسلامية هي مركزة الحياة والتصورات على الله سبحانه وتعالى وليس على الإنسان ثم تتناقض عضوي هنا لا ليس هناك تناقض إلا في نقطة واحدة نختلف فيها السلطة أو الشريعة نظام الشريعة في الإسلام قائمنا عن السلطة للأمة فالمستخلف في الأرض هي الأمة الديمقراطية تقول السلطة للشعب فنحن متفققان في هذا الأمر السلطة للشعب في الديمقراطية والسلطة للأمة ليس هناك اتفاق فيما أفهم هذا الأمر لأن السلطة في الأمة في الإسلام دكتور معذرة هي السلطة المستمدة من الله بينما في الديمقراطية هي المستمدة من الشعب نفسي حتى إن أردنا نستمدها حتى هما السلطة للشعب ما معنى أنه هي التي تعود لها الإرادة في النهاية ولكن من أين تستقيها سوف تقوم بسياغتها في دستور وقانون عام يحكم الشأن العام لتلك الأمة نفس الشيء عندنا نحن من أين سنستقل السلطة حينما نمارسها أليس من خلال دستور أم من الشريعة مباشرة مستحيل من الشريعة مباشرة لا بد أن نحول أحكام الشريعة إلى قوانين أساسية تسمى الدستير وإلى قوانين الفرعية بمن أننا نمارس حتى الشريعة من خلال القانون الوضعي الذي ننتجه نحن ولكن نستمد من الوحي نفس الشيء في الغرب أيضا يمارس السلطة من خلال القوانين ونحن أيضا سنمارس السلطة من خلال القوانين والقوانين اجتهاد بشري وبالتالي في عمل مدني رغم أنه مستمد من الشرع ومن حكومة الشريعة على سيرة القانون الدولة في الإسلام في تصورك هي دولة القانون أم دولة الشريعة؟ هي دولة القانون ما من الشريعة؟ الشريعة هي القانون هي قانون إلهي قانون رباني فهي ضوابط وضع الله عز وجل لتحقيق الاستقرار والسلم ولتحقيق العمران في الأرض ولعبادة الله عز وجل فيمكن أن نقول بأننا مختلفين في الغاية من العمران الغاية من الاستخلاف فغاية في الاستخلاف هي عبادة الله عز وجل هذا هو العمران أو استخلاف الراشد في الأرض لهما يسمى بالحضارة الإسلامية الراشدة الغرب أيضا هو استخلاف لكنه غير راشد لأنه ليس غاية عبادة الله بالعبادة الشهوة وهذا فرق نوعي بين غاية الوجود عند المسلمين وما خلقت الجن والإنسة لا ليعبدون وما بين غاية الغربلية عبادة الشهوة أي تحقيق المال الدات في الحياة ففرق كبير بين فلسفة الشهوة كإله معبود في الحضارة وعقيدة الإسلام القائمة على عبادة الله عز وجل الكل له غاية فقط ولهذا هذا استخلاف غايته الشهوة وهذا استخلاف غايته الله عز وجل ولهذا استخلافنا نقدرنا هو الاستخلاف الراشد ودعوتنا ونهدنا ومحاولة الشهود الحضاري لنا هو من أجل تحقيق الاستخلاف الراشد في الأرض سواء في دار المسلمين أو حتى في دار غير المسلمين في دول وقارات أخرى مصدر الشرعية السياسية في الدولة المدنية الخالصة ما مصدر الشرعية السياسية؟ عندنا مصدرين المصدر الأول هو الأمة الأمة يمصدر كل السلطات من هي الأمة؟ الأمة هي سكان هذا الوطن من مسلمين وغير مسلمين وياهود ومسيحيين وعرب وأمازيغ وأكراد وغيرها هذه أمتنا هذه مصدر السلطة مصدر السلطة هي الأمة وهنا التطابق التم بين نظام الشورى والنظام الدموقراطي كما أن الغرب مصدر الشعب ومصدر السلطة أيضا نحن شعبنا وأمتنا هي مصدر السلطة فكل السلطات يجب أن تعود إلى الأمة مع الأسف الشديد بأن الأمة صدرت منها سلطاتها لا السلطة التنفيذية ولا الشعية ولا القضائية كلها الآن مغتصبة من طرف حكام المستبدين وفساد واستبداد في العالم العربي والإسلامي العكس تماما في الغرب رغم أن الدموقراطية وأن الحداثة في الغرب ليست لها علاقة بعبادة الله عز وجل ولكن مع ذلك فإن السلطة تعود إلى الأمة ماذا عن المصدر الثاني؟ المصدر الأساسي والمصدر الثاني عندنا نحن المسلمين وهو الشريعة السلطة للأمة والسيادة للشريعة هذا تقديري هذا هو رأيتي أنا وقناعتي الدولة المدنية في مجتمعاتنا سوف تكون عنوانها السلطة للأمة والسيادة للشريعة والسيادة للشريعة معناها أننا سنستمد قواننا ودستيرنا وكل تنظيماتنا ومؤسستنا من عقيدة اسمها الإسلام بشرط أن يقبل الشعب بذلك طبعا وأنا على أكيد بأن شعبنا سيقبل ذلك لأنه سيجد أن الحرية والعقيدة متلازمين لكن قد يتبدل موقف الشعب بعد عشرين أو ثلاثين سنة لنفرض بأن شعبنا رفض الشريعة يجب أن نحترم الشعب لأنه لم يرشد بعد وبالتالي في المرحلة التاريخية تتطلب مننا أن نسيس وأن نتدرج في إمكانية استرجاعه لوعيه الإسلامي من جديد إن أنا أفترض وهذا افتراض خيالي أنا أقول بأن شعوبنا وعية وتمتلك ماء يكفي من التمييز وبالتالي في قادرة على أن تدفع في اتجاه أن تكون الدولة فيها السلطة للأمة دولة مدنية ولكن المصدر الأساسي فيها لتشريع والشريع الإسلامي بدون طبعا أنا في تقديري بدون انغلاق على ما أنتجته الحضارات اليوم من منتجات فكرية وسياسية متقدمة إذا جاءك من يقول لك أنك في هذا التصور دكتور محمد كما لو أنك أدخلت الله وأحكامه وأوامره ونواهيه ضمن اللعبة الديمقراطية بمعنى أن الشعب إذا هناك أحزاب شكلت ائتلافا وتحالفا وحاولت أن تصيغ تصورات هذا الشعب بما يرفض تحكيم الشريعة فهنا خسر الانتخابات يعني ولله المثل الأعلى طبعا هنا الله وأوامره ونواهي ربما خسرت هذه الانتخابات وفازت هذه الاتلافات يعني كيف يمكن الإجابة عن هذا الشريعة؟ شوف سنخسر الشريعة إن كانت أمتنا غير مالكة لوعي إسلامي راشد وإن كانت عندنا أمة غير قادرة على أن تختار الإسلام كمصدر أساسي للشريح فهي أمة منحريفة بكل بساطة وإن حدث هذا في تقديري فهذه كارتة كبرى أن أمتنا تبتعد عن شرع الله كمصدر للتالي لكن أنا أقول وأفترض بأن أممنا خصوصا الآن بأن فوعيا متقدم جدا سياسي وديني لا يمكن إلا أن تكون مع الدولة المدنية الخالصة التي من قواعدها وهي إعطاء الشعب حق اختيار المرجعية لهذه الدولة أهي مرجعية دينية أم مرجعية علمانية وأنا متأكد بأن المرجعية الدينية هي التي ستطغى بنسبة 90% أو 90% وحتى 70% تكفيني بالنسبة لها أن نكون لكن قبول الدولة العلمانية في تقديري شيء مستحيل بالنسبة لأمة الإسلام لن تقبل به نعم نعود إلى الشرعية السياسية شرعية الحاكم هل هي مستمدة من قبول الشعب بالدرجة الأولى أم من إقامة شريعة الله التي نص يعني ذكرها تقريبا هناك إجمعا عليها من قبل علماء الأمة الأسلاف ومنهم ابن تيمية وغيره بأن وظيفة الحاكم الأساسية ومصدر شرعية هي إقامة الدين وسياسة الناس لا أنا غير متافق مع هذا المصدر الأساسي للحاكم هو الأمة هي التي يجب أن تختار الحاكم وحينما أقول الحاكم ثلاث سلطات أساسية كيف نختار السلطة الشريعية وممثلين في الجهاز الشريعي والقوانين وإزدار القوانين كيف نختار ممثلين في السلطة التنفيذية الحكومة وأيضا في القضاء في تقديري بأن هذه السلطة الكبرى لا يمكن أن نفوتها لأحد لا بإسم الشريع ولا بإسم أي شيء آخر يجب أن تكون الأمة هي مصدرها وأنا في تقديري بأن الأمة قادرة على عطاء حكام لا في السلطة التنفيذية ولا الشريعية ولا القضائية قادرين على أن يكونوا راشدين فأمتنا راشدة وبالتالي فمصدره السلطة عند الحاكم هي الأمة غير ذلك سينتهي للإستبداد والفساد وسيحكم هنا بإسم الدين وسيحكم هنا بأنه ظل الله في الأرض وهذا غير موجود في دين الإسلام هذه الدولة الدينية التي سادت في فترة ما في العصر القديم وسادت أيضا في عصر العصور الوسطى مع الكنيسة حينما اعتبر بأن الحاكم ظل الله في الأرض الحاكم عندنا ليس ظل الله في الأرض هو مسؤول أمام الأمة عن طريق البيعة وحتى ديننا يدعو إلى البيعة ما معنى البيعة وهي أننا نحن الذين نختاره ولا يختاره كأحد آخر لا الدين ولا الشريع كن عالما وفقيا ومتقدما وقد لا تصلح أن تكون رئيس الدولة لماذا؟ لأن الدولة وإدارتها تتطلب أشياء أخرى الأمانة والقوة طبعا مطلوبة ولكن أيضا تتطلب أن تكون الأمة رادية عليك ونسى ندخل في مكونات دولة الوعاء المادي للدولة والمعاء الأخلاقي للدولة فهذه قضايا مهمة في بناء الدولة ووظيفة الدولة مكونات الدولة المدنية الخالصة وفق التصور الإسلامي نعم مكونات الدولة هو الدولة بشكل عام لها وعاءان أساسيا الدولة مجرد سواء في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع الغربي أو في المجتمع الهندوسي أو في المجتمع الكونفوشيوسي لابد للدولة من وعاءين وعاء خشين صلب مادي وهو ما تسمى بالقوة صلبة في الدولة وأهمها الجيش والقضاء والسجون والدرك والشرطة والقانون هذه كلها تسمى بالقوة الصلبة في مكوينة الدولة الوعاء الصلب للدولة أو أسميناه بالوعاء الخشين هو مطلوب لأن كثير من القضايا في قضية الضبط وفي قضية التنظيم تتطلب وجود القوة الصلبة في الدولة احتكار القوة لا بد القوة ضرورية وإلا لا استقرار في المجتمع ونحن نعيش اليوم حينما تفككت القوة الصلبة في كثير من الدول في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وغيرها ماذا حدث وقع انفلات خطير جدا وأدى إلى جرائم وفتن لا حد لها إذن الوعاء الصلب للدولة مكوين أساسي للدولة سوى أن كانت دولة دينية أو دولة مدنية أو دولة إسلامية أو دولة علمانية الوعاء الأخلاق للدولة أيضا مهم مع الأسف دولنا العربية لا تمتلك إلا الوعاء الصلب لا تمتلك الوعاء الأخلاق وهو الرضى البطني للشعوب على حكامها وهو الولاء الطوعي للحكام ولأولي الأمر لا وجود له فهم مغصومون عن أمرهم وبالتالي في الوعاء الأخلاقي شبم عدم في الدولة في المنطقة العربية وأي دولة تريد أن تكون قوية ليست قوية بالوعاء الصلب يجب أن تكون قوية بالوعاء الأخلاقي أي أن يكون الولاء لها ولاء رضاوي رضائي مثل الغرب الغرب هناك رضا على الدولة هناك ولاء للدولة عن طوعية لماذا؟ لأن الأدوات المستعملة ليست أدوات القهر ليست أدوات الخشنة الصلبة بل هي أدوات المرنة هي الأدوات النائمة هي القلن وهي القانون بعكس السيف لعندنا نحن المعتمد هو السيف والقمع والقهر ولهذا في الدولة عند المسلمين اليوم كما شرح ماركس هي دولة قاهرة هي أدات القهر وليست أدات تحرر مع الأسر قهر طبقي قهر طبقي واجتماعي وفئوي وغيري لكن ليست أدات تحرر وهذا المشكلة خطير على الأقل لو جمعنا بين أن تكون أدات تحرر وآدات قهر يمكن أن نقبل ويمكن أن نرضى بها ويكون لا وعاء أخلاقي لكن ليس لها ليست إلا وعاء قهر في حين أنها ليست أدات للتحرر من القهر المادي ومن تحقيق العيش الكريم ومن إحداث الطورة علمية وتكنولوجية واقتصادية وتوزيع تروع عادل لا وجود لهذا ولهذا فهي تحتاج إلى وعاء أخلاقي وهذا في تقديره لن يتحققه إلا ببناء الدولة الديمقراطية التي جاء عنوان الربيع الديمقراطي العربي اليوم ربما من الضروري قبل أن نذهب إلى فاصل أخير أن أسألك عن في هذه الدولة المتخيلة التي تتفضل بالحديث عنها دكتور محمد كيف تنشأ منظومة القيم والأفكار والتصورات والمفاهيم لدى الأمة المنضوية تحت قانون هذه الدولة هذا سؤال مهم جدا وفي تقديري بأن الربيع الديمقراطي أنا أسميه الربيع الديمقراطي وليس العربي ربيع ديمقراطي عربي سني ولكنه أصله هو ربيع ديمقراطي الربيع الديمقراطي أو الطورة التي تفجرت من أجل إنجاز دولة الديمقراطية في الوطن العربي أهم ما جاءت بي أنها أرادت أن تحققها في تقديري أربع مقاصد لن أطيل فيها ولكنها باختصار إنتاج السلطة وإعادة توزيعها إنتاج الثروة وإعادة توزيعها إنتاج القيم الحاكم وإعادة توزيعها إنتاج المفاهيم الفكرية وإعادة توزيعها الربيع الديمقراطي جعلت حقيقي أربعة طورات كبرى طورة سياسية وطورة اقتصادية اجتماعية وطورة قيمية أخلاقية وطورة فكرية تقافية متزامنة ومثتوالية في الزمان هذه المكونات الأرض لكن ما يهمونه هو قضية الطورة القيمية فنحن اليوم في حاجة إلى خريطة جديدة قائدة للمجتمع المسلم خريطة من القيم المركزية القائدة التي هي هوية الدولة وهوية الأمة معا لأن الدولة يجب أن تكون نعكاسا قيمها المركزية يجب أن تكون نعكاسا لهوية الأمة وما دامت هويتنا هي لإسلام ففي تقدير بأن الخريطة القيم المركزية المطلوبة للعقد المقبل وللعقد المقبلة والتي يجب أن تكون هي هوية الدولة والأمة معا هي خريطة من خمسة حزمين كبرى حزمة قيم الإيمان حزمة قيم الأخوة حزمة قيم العمران حزمة قيم الآدمية وحزمة قيم الضمير حزمة قيم الإيمان في تقدير خمسة قيم في حزمة واحدة قيمة الألوهية والعبودية والربوبية والحاكمية والتوحيد هذه في تقديري يجب أن تكون حزمة توجه الدولة والأمة والوطن على الصعيد الستراتيجي الأس 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 لأنها هذه عقيدة قائمة على هذا رأس القيم هذه حزمة قيم الأخوة مع الأسف تتفكك الولاء للدين والولاء لليقليمي والوطن يتفكك سوريا تتفكك العراق يتفكك ليبيا تتفكك الأخوة في الإقليم وفي الوطن تتفكك وهذه في تقديري بأن حزمة تتفكك بشكل خطير ولا بد أن نضع استراتيجية لإعادة بناء حزمة قيم الأخوة أي الولاء للدين عكس البراء منه عند العلمانيين والولاء للوطن والولاء للأمة في تقدير بين الولاء والوفاء والوفاء في هذه القيم الثلاثة الانتماء للدين والانتماء للوطن والوفاء والولاء للدين والوطن تتفكك تحت مضلة تفكك الدولة الوطنية وهذا في تقدير كارتة تعرفها المنطقة مع التورة المضادة التي أجهدت الرابعة الديمقراطية في المنطقة طبعا حزمة قيم الآدمية هي جوهر حقوق الإنسان في تقدير بأنها أيضا تتعرض لهجوم كتيف مع التورة المضادة في المنطقة العربية فإذن هويتنا كل وتتا معدى حزمة قيم التوحيد هي إيمان في تقديره التي ما زالت مصونا في ديننا كيف ما زالت مصونا وهي لم تنعكس على جوارح المؤمنين لم تنعكس بعد ولكن شعوبنا تعود إلى الدين وهذه ظاهرة مهمة وما يسميه الهجرة إلى الله عز وجل الصحوة الدينية العالمية جارية اليوم وهي العودة إلى حزمة قيم الإيمان أي وجود قوة غيبية تدبر هذا الكون في تقدير بأن هذا أمر مهم يجري لكن مع الأسف حزمة قيم الأخوة في الدولة وحزمة قيم الآدمية في الدولة وحزمة قيم العمران أي العقل والتنظيم والإحسان في الإنتاج يتراجع بشكل كبير وهذه كلها قضايا في تقديري لا بد أن نعيد بناء خريطة القيم المركزية على أن تكون البوصلة للعقود المقبلة لأمتنا ولدولتنا ولنهوضنا الحضاري خلال هذا القرم بقي لنا أن نتحدث عن وظيفة الدولة في الإسلام ولكن ليس قبل أن تبيل فاصل قصير فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأخيرة في هذه الحلقة دكتور ربما بقي القليل جدا من الوقت استنادا إلى جملة وحصيلة ما تفضلت به ما وظيفة الدولة في الإسلام؟ الوظيفة كما قلت وأكرر أن الدولة في الإسلام جاءت لتحقيق وظيفة أساسية الوظيفة الأولى وهي تحرير الشعوب من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل وقد تحققت في الشهود الحضر الأول ويجب أن نعيد ونراجع كيف أننا نقوم بهذه الوظيفة للدولة في المستقبل أي تحرير الشعوب من القهر المادي ومن القهر الروعي فالدولة العلمانية حققت رفاها الماديا ضخم لكن مع الأسف أشاعت مجاعة الروحية كبرى فعلى الدولة في الإسلام أن تعيد تحقيق الرفايا المادي للشعوب ولكن أيضا أن تحقق لما رفاها الروحي أي السكينة والطمأنينة والراحة والسعادة فهذه الوظيفة في تقدير من الوظائف المركزية عند أمة أو عند دولة الإسلام الوظيفة الثانية هي وظيفة الضبط لا استخلافها بدون استقرار وستجد في أن في القرآن سبحانه الغايات القرآنية لعلكم لعلكم ستجد بأن وما خلقنا الجنة والإنس لا يعبدون إذن الخلق أدات والغاية عبادة الله وستجد بأن العبادة وعبدوا الله لعلكم تتقون فالتقوى يعني السلم الاجتماعي وتحقيق الاستخلاف إذن فيجاءت لتحقيقي بشكل عام الاستخلاف الراشد في الأرض الذي غايته عبادة الله من خلاله قوالب العمران القالب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأمة أو للمجتمع الذي حققت طبعا الحديث بقي لم ينتهي الحديث وربما نستأنفه في حلقات مقبلة أشكرك على تشريفك لنا دكتور محمد شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها دكتور محمد طلاب المفكر الإسلامي كل الشكر لكم إلى اللقاء المقبل بحول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر